بسم الله الرحمن الرحيم. على السلام بحضركم. كل سنة حلوكم طيبين. احنا في شهر السبعة. شهر السبعة ده معرفة عنه. ان هو في علامة كورة القدم. موسم الانتقالات وموسم الهابد والكلام الكتير جدا لحوالين مصادر. وموسم كله وكيل لحيبة. مش عارف سواء اللاعيد بتاعه. بيدي لك اشعة علشان خاطر اللاعيد بتاعه ده يبدأ يزهر له سعر ويبدأ يلاقي اهتمام الاندية. والكلام هنا مش على اليو جانج. لان المستقل بيقدمه اليو جانج مستقل خرافي. لاخر شهرين معنا دي الاهلي. فمش اليو جانج حاجة الوكالة دي هيكون الوكال بتاعه يلعب بيها. لا العكس تماما. اليو جانج فيه خبر اه نشره صحفي غاني اسمه ميشيل ديفرسون حوالين ان اه ماشيستر رايتد والادرة بتاعته بتحاول تتابع اليو جانج وبتحاول نيها تطلب من الاتحاد الافريكي ان هم يلسلوا ماندوبين علشان خطر يتابعوا اليو جانج في مبارات الترجي التلسي. وانا مش عارف ايه يعني علاقة الاتحاد الافريكي. بس مش دي المشكلة. المشكلة اللي عندنا في مصر بما عندنا ما عندناش اعلام هادف. ولا عندنا اعلام بيقع على فيو صد الخبر. ولا اعلام بيعمل اي حاجة. كله خد المصدر الغاني ومشي عليه. والكنان بدأ يطلع من انبارح حاولينا يا جماعة الخبر جاد دي. وفعلا تمشيست رناتد عنده مشكلة في مصف الملعب. عنده مشكلة مع الدفندر اللي وراء بوبة. وبدأ الكلام اكتر وبدأنا نصدق ان الاشاعة دي او الكنان ده ممكن يكون حقيقة. وكمان في كنات الاهلي او النادي الاهلي راح كمان اعطي كده على الخبر والله اعلى فكرة. احنا وصلنا عرض قبل كسر الان الاندية بتمانية مليون دولار لالي ودينجا من فرقة المانية. طبعا مش هنوزقل اسمها لان محدش عارف هو فيه عرض وصل او لا. بس احنا كده منجود وخلاص بس احنا رفضناه. ليه علشان خاطر لو فيه مبحثات فعلا انت سعرت اللعيب. يبقى تمانية لا عشرة انت بتتكلم في تمانية او عشرة مليون. بس معلش لان كان فيها عرض فعلا الماني وانت رفضته. واللي حيب مسلا اصاب او مستوائل وقتا يبقى منظرك عاملت زي وسط الاعلام. ومنظرك يبقى عاملت زي وسط الجمهور. نفس مشكلة بتواليت ازره بالضبط. لو كان فيه عرض جدي فعلا ان النادي الالي وصل بتمانية مليون دولار كان وقتها لازم تبيع الو جانج. ما تستناش ان هو يتقال ان الو جانجي فيه كشبين هيجوله ممنشور الصلاة تتبنى على ان فيه تويتا نزلها صحفي غاني. ووقتها تقول والله احنا نبدأ من تمانية الكلام على الالي وده هو كان جيل له عرض من تمانية. ده معناه ان احنا بنها دي. بس حزيزا اقول لك من اول الفيديو. احنا في شهر السبعة. شهر السبعة ده معروف عن ان هو موسم الهبد في عالم كورة القدم. قول اي خبر وهتلاقي ووراك ناس كتيرة طلع تتكلم. عزيزي ده فيه كلام بدأ يتكلم حلول ان رابورتا عايز يامر صفقة القرن وان يجيب كيلستاندرونالدو من يوفينتس لبرشلونة. اللي هو اساسا الاندي بيفلس واحد يجب سباكات مجانية روح نجيب كيلستاندرونالدو. بس فيه ناس بدأ تمشار الخبر. عرفت يا صليك ان احنا في موسم الهبد وموسم الانتقالات والكلام الكتير جدا. اللي محدش هيتعرف له اي مصدر بس مصدرنا. واحد صاحبي كان عنده فكرة شويتانية كده ان قليل هيروح فخلص اعمل انا الخبر واطلع وراه ويمكن الخبر يلزق وراه على مين مش محترمين زي العلامة المصر بدأ يتكلم على الخبر والخبر ينتشر. اه يعني ما عليش يعني مش من الناس يتغير محترمين. انا قلقنا هنا لسة تلاف وحاجة زوائرة فما عليش لو الفيديو هاجبك ممكن نكبرها مع بعض. لو ما عجبكش. والله اعمل لايك ولايك اعمل دوسلايك وقول لي ان انت بتحرير زيك زي كل اللي بيقولوا الكلام ده على اليو ديانك. وفي النهائي مش عايز اقول لك ان القصة قصة اليو لا انا بقول لك قصة ان احنا في الشهر السبعة وشهر السبعة ده موسم الكلام ده.